السياسية الدكتور مكرم رباح أهلا بك معنا دكتور مكرم يعني هذه الحكومة التي ربما خلال ساعات أو هذه الساعة سيتم الإعلان عنها كما تم وصفها بأنها حكومة اللون الواحد كيف ستلبي مطالب الشارع اللبناني؟ فعليا هذه الحكومة لا تلبي أي مطالب بل تلبي المحاصصة الموجودة عن جزء معين من السلطة وحتى جزء الذي لم يشارك في هذه السلطة كان يفاوض على أساس المحاصصة ولكن هذا الشيء بأن هذا الجبل قد أنجب فأرا هناك كان توقع من الشارع بأن يكون هناك التزام بخطة إصلاحية واضحة تكون عبر اعتبارات المحاصصة ويستمتعون لك نقرات المشكلة هنا بأن الحكومة ستعلن في ظرف أقل من ساعة على ما أعتقد كون رئيس مجلس النواب نبيه بره هو موجود في قصر بعبدة وهذا شيء عادة هذه المراسم تحصل قبل إعلان المرسوم المشكلة هنا سيذهب حسان الدياب إلى مجلس نيابي للحصول على السقة ولكن السقة مفقودة من قبل الشارع فلا يحصل على سقة الشارع وهذا خيال دليل على ما حصل في الأيام الماضية وفي نفس الوقت أن حسان الدياب لا يحظى بثقة المجتمع الدولي وفعليا هي محاولة لتمرير حكومة تأتمر لحزب الله ولحلفاء حزب الله وهذا مشكلة أساسي فيما يتعلق بالعزلة الدولية والعزلة العربية للبنان وأقتصاده طيب هذه الحكومة غابت عنها كثير من الأحزاب السياسية نتحدث عن المستقبل عن القوات وأيضا الحزب الاشتراكي هل نتوقع بأن يكون لهم موقف معارضة جدي أمام هذه الحكومة أم إلى أين ستتجه هذه الأحزاب السياسية برأيك أشك بأن الأحزاب التي لم تمثل في هذه الحكومة قد أخذت موقف واضح إن كان حزب الاشتراكي أو الحريري أو حتى الكتائب اللبنانية والقوات ولكن المشكلة ليست هنا هذه الحكومة لا نعرف إذا كانت ستنال الثقة وأن كانت هذه الحكومة هي محاولة لإجبار سعد الحريري إلى العودة إلى السلطة كما تعرفين سيدتي بحال ذهبت هذه الحكومة إلى المجلس النيابي ولم تحزى بالثقة أي نصف زائد واحد هذا سيجعل منها حكومة تصريف أعمال بمجرد أن يكون سيدتي الحكومة رئيسا سابقا للحكومة وهو سيتعرض لضغوط هائلة فنحن نعرف بأن هذه الطبقة السياسية محترفة في تصفية الحسابات الداخلية وكان هناك رسالة واضحة من أمين عام حزب الله في بداية الثورة بأن هناك ملفات موجودة سيتم فتحها من قبل الطبق الحاكم ولكن الشيء الملفت بأن الطبقة السياسية اليوم قد ردت على الشارع أو حضرت لهذه إعلان الحكومة عبر تركيب بوابات حديد في محيط المجلس النيابي فهم سيواجهون مطالب الشعب المحقة بالمزيد من القمع ونحن رأينا كيف أن القوى الأمنية في الأيام الماضية والأسبوع الماضية قد لجأت إلى العنف وقد أطلقت النار على وضوء المصاهرين عذرا على مقاطعتك سنعود أيضا لموضوع المناورة السياسية ولموضوع أيضا توجهات قوى الأمن في الفترة الأخيرة ولكن دعني ننتقل الآن إلى منطقة الكولا في بيروت غنوة يتم رسلة الحدث تنطم إلينا من هناك غنوة معك يا الكلمة تفضلي يعني طبعا كما كان متوقعا بدأ قطع الطرقات في مناطق عدة في لبنان في البقاع في ترابلوس أيضا في عكار هنا يعني نحن هنا في بيروت منطقة الكولا أيضا تم قطع هذه الطريق قبل نحو نصف ساعة من الآن احتجاجا بالطبع على موضوع تشكيل الحكومة هم يرفضون رفضا قاطعا هذه الحكومة أيضا هناك توقعات بأن تقطع عدد أكبر من الطرقات قبل قليل حدث إشكال صغير ولكن تم حله بين الجيش والمعتصمين والمتظاهرين عيري بمرض لكنه سحب المايك على كل حال اليوم أنتوا ليش ضد للحكومة بعد ما شفنا شو عملت يعني بالضبط نحن نزلنا 17-20 كريمال نسقط هذه الطبقة الفاسدة هذه هي حكومة محاصصة بالضبط صرنا 65 يوم بالطريق ليجيبوا نفس الناس علقانين بين بعض نفس الأشخاص ومعروفة حكومة جبران باسيل وقال حرفيا رئيس فرنجية قال جبران باسيل بدو يفوتنا بالحات وزا ما بنفوت معه بالحات بنكون نحن ضده لا نحن مش هاك ونحن نزلنا ومش طلعين من الشارع هذه هي توجهات الشارع حتى الآن طبعا بعد قليل من المتوقع أن تصدر مرسيم هذه الحكومة من قصر بعبدة يوم غد من المتوقع أن تجتمع هذه الحكومة لأخذ الصورة التذكرية ولكن بالطبع هناك أيضا دعوات لإقفال عدد كبير من الطرقات هناك دعوات يوم غد لعصيان مدني لتحرك الشارع لأنهم يعتبرون بأن هذه الحكومة قد ولدت ميتة بالفعل هي حكومة أحزاب يعني تختب خلف وجوه يقولون أنها اختصاصية ولكن الشارع كما يبدو وكما كان متوقع غير مقتنع بهذه الصيغة نعم شكرا حتى هذه اللحظة مراسلة الحدث غنوي يتيم كنت معنا من منطقة الكولا وبالطبع سنحاول العودة إليك إذا استجد أي جديد أعود من جديد إلى ضيفي الباحثة السياسية الدكتور مكرم رباح دكتور مكرم يعني كنا قبل أن ننتقل إلى زميلة غنوة كنا نتحدث عن مسألة قوى الأمن الآن إذا بالفعل تم اعتماد هذه الحكومة وتم التصديق عليها ما هي القرارات التي ربما توجه إلى الجيش توجه إلى قوى الأمن هل ستكون هناك مواجهة مع الشارع أم ستبقى العملية مناورة سياسية بين هذه الأحزاب كما تطرقت في النقطة الأولى حتى لا شك بأن السلطة والتحديد رئيس الجمهورية والصهر يريد أن يزوج الجيش والقوى الأمنية في مواجهة مفتوحة مع الشارع ولكن ذلك لن يمنع الجيش والقوى الأمنية من حماية التظاهر ولكن العنصر العنفي سيزداد مع ازدياد السقوط الاقتصادي هذه الحكومة غير قادرة على إصلاح هذه الأزمة السياسية والأزمة الاقتصادية بامتياز ليس بإمكان أي من هؤلاء الأشخاص وعرأسهم حسان دياب ورئيس الجمهورية أن يطلبوا من المجتمع الدولي أن يدخوا المال في هذا الاقتصاد المتآكل وهذا شيء أساسي مما يعني بأن الدولار سيستمر في الارتفاع وسيستمر الشركات بالإقفال وأن أكتريات الشعب اللبناني يتقاد مع عشاته وأن يتقاد نصفها هناك أزمة كبيرة وكما ذكر المحتاج الآن الناس نزلت إلى الشارع من اليوم الأول مطالبة بحكومة قادرة على إنقاذ هذا البلد وهذه الحكومة الموجودة التي ستعلن في الدقائق القادمة ليست حكومة إنقاذية بل هي حكومة محاصصة بامتياز وهذا الكلام بأن هناك رغبة المشكلة ليست بحكومة اللون الواحد إن كانت حكومة اللون الواحد ستقوم بأي من التنازلات وستعيد لبنان إلى الفلك العربي وستقوم بتطبيق العقوبات الاقتصادية حسان دياب غير قادر على تحمل الضغوط الأمريكية على الاقتصاد اللبناني وأن الهجوم على المصارف اللبنانية من قبل حزب الله ومن قبل السوار كل منهم من أجل أهداف مختلفة سيؤدي إلى المزيد من المشاكل الاقتصادية وهذا شيء ينبئ بأن هذه الحكومة هي حكومة تقطيع وقت في انتظار أن تقوم الطبقة السياسية بجولة ثانية من المفاوضات والاستمرار بهذا النهج والانتحار الذي قائم على المحاصصة والفساد طيب دكتور مكرم على أساس أنه قد يكون أيضا نأخذ وجهة النظر الأخرى هل هذه الحكومة إذا أخذت الاعتماد أو المصادقة عليها من البرلمان هل تعتقد بأنه لديها خطة إنقاذية للوضع الاقتصادي كونها جاءت فضع اقتصادي سيء جدا للبنان هناك العديد من الكلام ونحن نعرف بأن المشكلة ليست في الحبر والورق المشكلة هي في النية وليس هناك من أي إشارة من قبل الناس في السلطة وبالتحديد جبران باسيل بأنه يريد التنازل عن السلطة بل يعتبر بأن هذه الحكومة هي مجرد خطوة إضافية نحو وصوله إلى قصر بعبداء وكذلك الأمر علينا أن ننظر إلى حزب الله وأن هذا المنظر تأليف هذه الحكومة لا يجلب عزله عن ماذا يحصل في العراق أن محور إيران مأزوم فيما يتعلق بالأزمة السياسية والأزمة الاقتصادية في كل من لبنان وسوريا وفي العراق وهو غير قادر أن ينهض بهالاء البلدان هو قادر على إحداث الشغب والقتل والتدمير ولكنه غير قادر على أن يقدم نوع من قوة ناعمة كما هو الحال مع منافسه الأساسي وهي أمريكا المشكلة ليست في أسماء حسان الدياب قلناها من اليوم الأول قد يكون حسان الدياب في موقف آخر قادر على تشكيل الحكومة وحتى الأسماء التي يتم تداولها أعتقد أن هذا الطبق السياسي تحتمي وراء سيفيات وقدرات هؤلاء الأشخاص المشكلة هي ليس هناك من رغبة في الإصلاح منذ رأس الهرم حتى أسفل الهرم بل استمرار لهذا النظام والمحاصصة والفساد والفساد الذي أوصل هذا البلد إلى القعر طيب دكتور مكرم يعني البعض يقول أو يتبنى وجهة نظر أخرى يقول بأنه ربما تكون هذه الحكومة قادرة على على الأقل انتشال لبنان من هذه الأزمة الاقتصادية السيئة التي تمر بها أو يمر بها ولكن الاختلاف في الشارع قد يؤدي أيضا إلى انقسام يعني هناك أطراف ربما تؤيد الخطوة الإنقاذية إذا تم الإعلان عنها من قبل الحكومة لا شك أن من اليوم الأول الذي طلب به حسان الدياب من الشعب أن يعطيه الوقت كان هناك استجابة والاستجابة كانت على أساس بأن حسان الدياب سيكون مستقل ولكن كما نعرف وكلما دخلنا في الأسماء المطروحة نرى بأنها تمثل الطبقة السياسية وكما لفت وهذا شيء مغلوط أعتقد بأن الأزمة ليست أزمة اقتصادية أي إصلاح اقتصادي يجب عليه أن يمر بإصلاح سياسي وليس هناك من مجال الحصول على الأموال ومؤتمر سادر الذي حصل في السنة الماضية كان واضحا وحتى مؤتمر روما الذي حصل قبله يقول بأن على الدولة أن تستعيد سيادتها وثم تنطلق في خطة إصلاحية بنية لهذا النظام بشكل عام وثم ننتقل من الإصلاح السياسي إلى إصلاح اقتصادي ويتم إصلاح هذا الاقتصاد ليس هناك من مشكلة كبيرة اقتصادية كون اقتصاد لبنان هو اقتصاد سخيف عندما يقارن بالأزمات الأخرى الاقتصادية في العالم عليهم أن يبدأوا بإصلاح القضاء وعليهم أن يبدأوا بالوقف عن السرقة والمحاصصة وهذا شيء لا أعتقد سيدتي أي أحد من الأشخاص الموجودون في السلطة ملتزم به وقادر على أن يطبقه ليس هناك نية من جبران باسيل أن يتنازل عن السلطة أو حتى أن يقبل بفكرة التقاسم السلطة وليس المحاصصة هناك شعور عن ثوائف عديدة بأن هناك احتكار مطلق للسلطة وهذا شيء يولد نوع من الغضب وأعمال الشغب هي أعمال شغب ردا على تجاهل السلطة لمطالب الشعب المحقة وهي حكومة انتقالية ونظام سياسي جديد طيب إذا كنا نتحدث عن هذه الصورة دكتور مكرم برأيك ما هي الوسائل التي ربما تغري بها السلطة السياسية المتظاهرين في الشارع وتحاول امتصاص غضبهم هل مثلا ستلجأ إلى حل البرلمان حل البرلمان هو شيء معقد ولا أعتقد حتى السؤال الذين يطالبون بانتخابات نيابية مبكرة يريدون هذا الشيء كون إذا حصلت هذه الانتخابات وهم يسيطرون على الدولة وهنا أعنيهم أي طبقة سياسية لا نستطيع أحداث أي تغيير جزري وحتى لو استطاع السوار أن يوصلوا إلى البرلمان كتلة من عشرة أو حتى من عشرين شخص هذا شيء لن يغير المطلوب هو أن يكون هناك حكومة محايدة ومن هنا طلب السوار أشخاص يتمتعون بالنزاهة وهم غير موجودون في هذه الأحزاب وحتى لو كانت الأحزاب السياسية تريد أن تتمثل عليها أن تتنازل عن السلطة ليس هناك من مجال لأن يستجيبوا إلى مطالب الشعب لسبب بسيط المصارف اللبنانية والنظام المائل السياسي والعملة اللبنانية هي في حالة الحديد ونحن عرضة ونحن ضحايا لمافيا ونوع من المنظمة الإجرامية المنظمة التي تتظاهر بأنهم يسعطون السياسة ولكن دكتور مكرم هذا أيضا أسمح لي دكتور مكرم أيضا كان هناك انتخابات والانتخابات هي من جاءت بهؤلاء في السلطة هل الشارع اللبناني عندما انتخبهم لم يكن يعرف تاريخهم وهو الآن يرفض أكثر من حكومة كلا سيدتي ولكن هذا النظام الانتخابي الذي كان موجود هو نظام غير عادل وكان هناك العديد من المشاكل في تطبيقه ونحن نعرف من اللحظة الأولى بأن هذا القانون قد فصل على قياس كل من حزب الله وحركة أمل وجبران باسيل لإعطائهم الأكثرية والضغط أكثر وأكثر ومحاولة القول بأنهم يتمتعون بنوع من الشرعية أعتقد بأن الشارع وصورة 17-20 كانت رسالة واضحة إلى سحب هذه الثقة التي أعطيت في صيف السنة الماضية تحت فكرة بأن هذه الطبقة السياسية وصلت إلى مرحلة وتعي بأن هذا السقوط الاقتصادي والسياسي يجب الوقوف عنده والتراجع عن هذه الخطوات ولكن الكلام بأن هؤلاء النوابة مع التعوم بالشرعية هو كلام يعود إلى سنين غابرة ونحن نتكلم الآن عن صوت الشارع صوت الشارع وهو الحكم هو للشعب وليس إلى النواب للمشاهدة أن السلطة هي في يد ليس السلطة التنفيذية بل في يد بعض من الأشخاص على رأسهم جبران باسيل وحلفائه من حزب الله وحركة أمن نعم أشكرك جزيلا شكر من بيروت الباحثة السياسية الدكتور مكرم رباح شكرا جزيلا لك نشرتنا متواصلة بعد هذا الفاصل ابقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة